موسيقى اهلا بكم تقصنا هذا النهار الجسوي محمل بامطار وثلوج مع انخفاض في درجات الحرارة وتتوقع مديرية الارصاد الجوية في اخر نشراتها الخاصة تساقط امتار قوية محلية رعدية ستتراوح بين 25 و50 ميلي متر طيلة يومه الاحد وستستمر الى حدود الساعة السادسة من صباح يوم غد الاثنين ستهم سفر تارودانت تازع فاس ثم قرسيف ومولا يعقوب واخرى معتدلات ستتراوح بين 15 و30 ميلي متر ستتال الحسيمة بزيمان برشيد الدار البيضاء شفشاون الجديدة الخميسة من ديق فنيدق كذلك من ديونة محمدية نواسر ربات سلا ستات ثم سخيرات تمارا والتتوان امتار رعدية منتظرة اذا بعد زوال اليوم بالواجهة المتوسطية بالريف بالاطلس قد تكون مصحوبة ببرد واخرى معتدلات ستطال السهول والسواحل الشمالية والوسطى ثم تولوج ستغطي مرتفعات الاطلس الكبير هذا وسطه بريح قوية نسبيا داخل المناطق الصحراوية قد تنتج عنها زوابع رملية اثناء الليل سيتحول التقصي الى شديد البرودة بالاطلس بالريف وبجنوب منطقة الشرق مع استمرار ارتساق التلوج بمرتفعات الاطلس كما سيتواصله طول امطار على الاطلس على شمال منطقة الشرق على الريف وعلى السهول غرب الاطلس وعلى السواحل الشمالية فيما ستشهد السواحل الجنوبية بعض القطارات المتفرقة وسماء قليلة الصحب منتدرة بباقي جهات المملكة غدا صباحا سيبقى التقص بارد بالاطلس بالريف وبمنطقة الشرق كما يرتقب تكون غيوم ستعطي امطار ضعيفة بالسواحل والسهول الشمالية بالسايس وبشمال منطقة الشرق فيما ستكون السماء قليلة الصحب الى صافية بباقي ربوع المملكة هذا وستتشكل زوابع رملية داخل المناطق الصحراوية درجات الحرارة بعد زوال اليوم ستترجح بين 8 درجات بمدينة إفران و28 درجات مرتقبة بالقويرة كأهل المقاييس 18 درجات بالعاصمة الريباط وبمدينة الدار البيضاء المحرار خلال الصباح سيسجل 10 درجات بمدينة الريباط كذلك بمراكوش 11 بأقادير و13 درجات مرتقبة بالسمارة بالنسبة لسوقعات اليومين المقبلين تقص غائم مع أمطار ضعيفة منتظر يوم الثلاثة بمعظم جهات النصف الشمالي للمملكة وسيرافقون إلى غاية يوم الأربعاء بمشيئة الله نتعرف الآن على مواقع شرق وغروب الشمس سوى طلوع وأفل القمر بمدينة الدار البيضاء كما كان متوقعاً شهدت مراتق مختلفة من المملكة ساقطات مهمة إليكم مقاييس الأمطار ببعض المدن من الساعة السادسة من صباح يوم أمس إلى حدود الساعة السادسة من صباح يومه الأحد سجلت مدينة 23 مليمتر 14 بيتارودانت 13 بيفرانت 9 مليمتر سبتنجة 7 بمراكش وأقل من مليمتر واحد بمدينة الدار البيضاء إلى جانب الأمطار سجلت المناطق المجاورة لورززات ساقط سلوج كثيفة سبكها تراوح بين 10 و50 سنتيمتر وما بين 33 سنتيمتر عرفتها المناطق المجاورة لأزيلال وما بين 21 سنتيمتر شهدتها ميدلت والمناطق المجاورة هذه التلوج ستستمر طيلة هذا اليوم بأزيلال الحوز ميدلت بن ملل ثم السفر بولمان بهذا ننهي نشرة أحوالي التقس أترككم مع نشرة الأخبار المفصلة ونلتقي مساء اشتركوا في القناة